اشتركوا في القناة هو القادر ان يعطي مسحة من عندك خلوه الناس في قلوبنا وصلوا وقلوا للرب بالفعل انا جاي امامك لكي التقي مع شخصك انت قادر يا رب ان تعطيني نعمة من عندك بنيان من عندك انتظر يمينك تعمل فيه كلمنا يا رب ونحن موجودين بهذا المكان محتاجين الى كلمة من عندك محتاجين الى صوتك محتاجين يا رب لانك الوحيد تكلم شعبك وتباركهم وتجعلهم مباركين بشخصك هكذا يا رب اليوم وكل يوم حينما نلتقي مع شخصك انت من تباركنا وتجعل ايامنا مباركة باسم يسوع له كل المجد امين امين نشكر رب من اجل الموجودين الحاضرين ويانا ونشكر رب من اجل اللي كانوا ما موجودين وجوي واختنا غادة اليوم من نور الابس ابيض والقلوب ابيض عليك وطالع شمعة تشتعل اليوم صلوات الرب بالفعل يستجيب ورجعك الى مكانك وهذا وعد الرب انه بالفعل يمين تصنع امور عجائبية في حياتنا هذا هو تبعية الرب اليوم نكمل موضوعنا لوعظة القادمة يعني وعظة اللي فاتت كنت تتكلم على انه الخراف والراعي من تدخل الخراف تجد تخرج وتجد مرعة ويسألوني هالسؤال ويقولوا لي مراته ويشون الرب يشبهنا بالخراف صح كنتم اخذ غادة مره هاي اللي يتعامل ويالأخو المسلمين يقول لك انتم شون الله مالكم يقول لكم انتم خرفان يعني دايما تجينا هاي الاسهم وتجينا هالامور اي واحدة من الشغلات ثاني امر اللي المهم جدا مهم اليوم لانه تكملت يوحن عشرة مهمة اذكروها يوحن عشرة يتكلم يوحن عشرة عن ايش عن راعي الخراف عن الراعي وبي مقاطع غنية جدا تثبت تثبت الهية المسيح وتثبت من نحن عن فم منه يوحن ولهذا السبب اريدك اليوم تاخذ العظة شوما قلت لكم ديش العظة كانت تدريبية بالكلام حتى نوص رسالة المسيح للاخرين اليوم الوعظة احتمال محتمال مية بالمية اكو امور لازم نتعلم احنا ونعلم الاخرين ونشوف الاخرين هل هم بهذه المستوى حتى نقدر نطبق العداد سبعة وشرين مانوعة وشرين تسعة وشرين وثلاثين من صاح عشرة كم عدد اربع عداد والاعداد قائمة عليها قيامات يعني كل تحكي بيها بس هل تطبق في حياتنا اليوم رح نشوف هل احنا موجودين بهالاعداد ونحكي نقدر نحكي بيها لو ما نقدر نحكي بيها ولهذا السبب سميت العظة سمات من يسمع صوت المسيح شنو السماتك وانت تسمع لصوت المسيح كلنا اللي قاعدين بهذا المكان احنا شنقول احنا مسيحيين ونسمع المن صوت المسيح ويوخنى عشرة ستة وعشرين ثلاثين يتكلم بموضوع مهم 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 جدا جدا بحياتنا الروحية وبحيات الاخرين من نشوفهم قيس اليوم مقياسك وشوف نفسك هل انت من الفئة اللي دي تكلم بها لو خارج الفئة وراح نشوف من خلال الكتاب المقدس مو من خلال لا قس فلوريد ولا اي عظام بس مجرد راح اجيب لك عداد وانت تقرأ العداد وشوف وقيس نفسك المقياس من هو كلمة الله والروح القدس والضمير اللي موجود في حياتك راح يقول لك هل انت بالفعل من الخراف اللي دني يحكي عليهم بيا نص بهذا النص شي يقول الناس خلونا نوقف وقروه واسمع النص لانه النص مهم جدا هذا النص هو يبي تعاليم هو يبي امور لكن مهم مهم انه نتعلم ونعرف الروح القدس شي يكلمنا وش يعطينا تعليم بهذا الوقت ش تقول كلمة الله اقروي اياه خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي ابي الذي يعطاني اياها هو اعظم من الكل ولا يقدر احد ان يخطف انا والاب واحد ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي انا والاب واحد امين فضلوا شوفوا قبل ما ردي اشرح بس ردي وضح لكم صورة النص قدامك واذا ما تعرف كل شي من اللاهود او ما تعرف شي بس اقرأ الروح القدس راح يفهمك ما يحتاج اي شرح يحتاج اي شرح خرافي تسمع صوتي زي ان اكو خراف واكو اشخاص شنو الخراف تسمع الصوت اول شي لازم تفهمو بالنص اكو اكو امر مهم جدا 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 هو ايش انه الخراف تسمع صوتي يعني صوت منه صوت الراعي وبعدين الراعي يقول انا اعرفها فتتبعني اذا الاساس ما اليوم اللي لازم نحكي بي اكو خراف تسمع الصوت والراعي يعرفها وهي تتبع الراعي اذا اقول كم واحد اليوم يسمع صوت المسيح ويتبع المسيح كلنا راح نرفع يدينا واللي سبعون يقول احنا كنا وياك روح احنا كنا وياك بس ليش لاني يقول لك وانا اعطيها حياة بدي المن يعطي حياة بدي اكو قانون انتبوا علي لازم ما تتجاوز اللي يسمع واللي يتبع اللي يسمع واللي يتبع شي يطير رب شوفوا حياة بدي ميه لك يحفظ وي والميزان ما لا والقوة ما لا بانه هل يوجد اعظم من الله اكو واحد اعظم من الله يستحيل اذا اذا الميزان ما لا والقوة ما لا هو الله الحافظ وبعدين نقول انا ولا واحد زين سامت القاعدة ما لليوم اللي رح نحشي بها قاعدة مهمة جدا من تحتيويا اشخاص ومن تشوف اشخاص ومن تمر باشخاص اكو قاعدة مهمة تسمع وتتبع رح نشوف من هو اللي يسمع ومن هو يتبع زين هذا شرحي مع الناص اللي حشيت بي خمس امور مهمة جدا بالخراف ليش ليش شبهنا بالخراف خمس امور مهمة شوفوا اول امر بالخراف الخروف امر ما يأذي ليس لها القدرة على ايش الاذاء ما يأذي شايفين خروفي ادي يعني ما ريب من يم خروف وعبضك الخروف ما كن فاذا اسمعوني هاي النقطة مهمة خرافي تسمع صوتي يعني المؤمن ما يأذي اذا اذا مؤمني اذي هذا خارج هذا مو خروف هذا هذا مو خروف شوف النقطة اللوخ يقول لك عدم وداعة الخرفان ليش عدم وداعة من يعرف الخروف ليش عند وداعة من يعرف عند الخروف وليش وديع تعرف الحيوان الوحيد الوحيد اللي تريد الذبحة من جطلة يعني من التنوم ماذا يفعل؟ يستسلم رأس أنه يمد رقب ده يعني يسلم جسده بهدوء وسكينة الوداعة هي إيش؟ هدوء ولطف وسكينة بالنفس فالمؤمن من يدعي الرب أنه نحن خراف لازم نكون إيش؟ لطفاء عدنا هدوء وعدنا سكينة هاي الصفات من هي؟ الخراف بعد صفة اللخ هاي الصف اللخ هاي تضرب بنا الخروف شغلات بمحلوة شنه هو الشغلة؟ شغلت أنه دائما 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 محتاج على الراعي لو راح الراعي ضاع الخروف انتهت الشغلة زيان؟ والخروف من النقاط مالا يظل بسرعة شنه يظل بسرعة؟ يعني يتيه بسرعة يعني الأحمار وأي حيوان جيبه وديه جيبه راح يعرف يرجع ويروح ويجي الوحيد من الحيوانات هو الخروف هذا الطلي ليش سموه طلي؟ لأنه من تهدى بمكان ما يعرف يرجع وإذا راح القطيع عنه ضاع الطلي يضيع انتهت الشغلة إحنا هالشكل طرح إذا ابتعدت عن الراعي صر نحال نحال الطليان إيش سنصير؟ نضيع نضيع بالعالم ستقولي نضيع بالعالم ومو بس نضيع بالعالم لكن احتياجنا الرئيسي هو المن للراعي وشغل اللخاء إحنا نحاول إنه نقاوم الأعداء الخروف عمره كلها ما يقدر يركض وراء الديب يريد يأكله الديب يريد يأكله فأنت مراته تصير نفسك تسوي نفسك ذيب وتريد تروح عالديب تريد عبضه وتريد تأكله ما تقدر إحنا طاقتنا بالراعي مالنا داود من إجاة دب وأسد حتى يخطف وحده من الخرفان ماله يقول واجهت واجهت مو الخروف واجه الراعي واجه فنختم نقاط المهمة أنه المواجهة والأمور دائما دائما حطها أمام الراعي ولا تحط أنت نفسك لا تحط أنت نفسك شي لاخ الراعي من الرأس للرجلين يستفادوا من عنده صح الخروف نسيت جلت ببالي شغلة دا تذكرها شفت أخويا معنا ذكرتها الفكرة لماذا كل الخروف يستفادون من عنده يستفادوا من عنده كله يستفادوا من عنده لماذا قلت لكم أخويا معنا لأنه مرة من المرات مصلاوي يشترى خروف يسجل صوته قال له لأ لأ قال عمود استفاد من عنده بالنغمة فيحط نغمة فهي حتى النغمة مع الخروف يستفاد من عنده وتمر عليه ذا بحاو معلقة مغدية يقول ليش يقول لأ نظامة للسنة الجاية يعني كويش بس الفكرة الرئيسية اللي لادة وصل لك ياها كل أموره هو مستفاد من عندها وأنت أيضا لازم تكون كل حياتك هي مستفاد من عندها شي لاخ الوحيد إذا يمكن أغلبيتنا عدنا قرى وعدنا ناس كانوا يرعون تعرفون الخروف من صيحة الراعي يسمع صوته يتعلم يعني واحدة من الشغلات اللي كانت محايرتني عندما نروح للقرية يعني ميرجي كانت قرية وشان واحدة من قراء ابنت ربي خرفان من كان يرجعون من المرعة كانت تصيح من كانت تصيح كان يوقفون الخرفان بالسرة المنهم أقول هذول ليش يوقفون بالسرة وهذول البقية راحوا أقول لي هذول اللي يعدهم حليب يجون يوقفون بالسرة حتى أحلبهم اللي ما عدا حليب واللي يعني ما تقدر تطي حليب تروح للمكملة خخذ خروف وشان يوقفون يوقفون بالسرة هذول شكل خرفان وتحلبهم واحدة واحدة ويروحون 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 تصيح عليهم الصبح كلها تطلع تتجمع أنا صيح شون ما أريد صيح عليهم محمد يغلب ليش متعلمين لصوت الراعي كموسيحيين مع كل الأسف الرب يسوعي يتكلم ويانا بس ما نسمع لصوته ولهذا السبب منسمعنا خراف من نجل هالأمور من نجل هالأمور هالأمور نسبها يسوع بالقولة خرافي أي شعبي ست أمور أول أمور يحبنا محبت لنا ثاني أمور عطي الآب إلى أعطاني يعني واحد مطيك عطي وأني أحبك ولهذا سبب خرافي أي شعبي وشي ثالث تفداهم واشتراهم والشي الرابع أنه اختارهم ودعاهم والشي الخامس يرعاهم ويحميهم ويعتني بكل احتياجهم والشي السادس أنهم سلموا أنفسهم إليه طوعا هاي كل الأمور حتى نبلش اليوم بالوعظة افتهمت الفكرة شنية خرافي تسمع هاي بس خرافي تسمع رح نشوف من هم الذين يسمعون صوتي يوحنى تكلم أمور مهمة جدا إذا عندك كتابك فتحها لأن النقاط اللي راح أحتيها راح أحتيها من رسالة يوحنى الأولى نفس نفس من هو نفس كاتب إنجيل يوحنى دي اشترح لنا ودي فهمنا من هم من هم خرافي من هم خرافي لأنهم كلنا نقول احنا 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 أولاد الرب احنا مؤمنين احنا مسيحيين احنا نجي الكنيسة احنا نسبح احنا نطع شورنا احنا 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 اوكي قيس حياتك وقيس حياة الآخرين هل هم بالفعل يسمعون ويتبعون لو بس شكل شنو الفرق بيني وبين صورتي شنو الفرق من يعلم شايف صورتك انت كلنا شايفين صورنا شنو الفرق بين صورتك و و و انت ها شنو الفرق بين صورتك و انت لا مو نفس الشي صورة جماعت ما انتهت و انت الحياة مراته هواية مسيحيين صورة و ليست حياة ما عادهم حياة بس صور ايش صور معلقة شوما صارت الكورونا و واحد من الوعاب وعض وعضة وجاب صور الكنيسة كلهم معلقهم وينما يقعدون لا نعرف الكنيس كلكم مسجل لبساميكم فكل واحد وصورتهم وكان صورتهم وما كان حياة ومن يجي يحكي بينا نقول خرافي تدبعني وانا اعرفها واسمي بيذا ولن يخطفها احد من يد يعرف هل انت الخروف اللي يحكي عليه لو انت بس صورة شوف الهلاك والضمان للمؤمن الابدي هو حقيقة اذا ما عدنا هالحقيقة احنا احنا ضايعين فالمؤمن الحقيقي اللي راح اتكلم عليه بهالخمس نقاط هذا الشخص ما يخاف عليه لكن المؤمن المزيف والمؤمن اللي عيش حياة الصورة صورة الايمان اكون مشكلة وهذا الامر اللي لازم نتكلم اليوم شي مهم جدا روح القدس اعلن لمن يوحن رسالة الاولى وخمس دلائل حقيقية عن الخروف او الخراف التي تسمع صوته وتتبعه التي لا تهلك كم دليل عندنا خمسة منين ما اغضيها من رسالة يوحن وراح نبلش بصحاح الثاني كل صاحب اخذ لك عدد من عنده فهذه الاعداد مهمة شوفوها وقيسوها لانه احتمال اليوم تسمعها من عندي واذا قستها راح تقيسها مع اشخاص اخرين قل لك انا مسيحي قل لك تعالق عد انت مسيحي او حلو انت مؤمن قل انا مؤمن حلو شوف الروح القدس شي يقول لك بهالاعداد شي يقول لك بهالاعداد شوفوا اول عدد شي يقول واحد يوحن اثنين ثلاثة يقول لك وبهذا نعرف انه قد عرفنا اننا قد عرفنا بيش عرفنا وبهذا نعرفه شون عرفته شوفوا ان حفظنا وصاياه ومن قال قد عرفته ولا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه شوفوا كل مسيحيين مع كل الاسف من تجي تقولهم افتح كتابك وقول لك فلانشي قل لك انا ما اعرف انت مسيحي اوه مسيحي فاذا انت مسيحي وتقول انا مؤمن ومع كل الاسف ما حافظ وصايا الرب انت بعيد كل البعد انت انسان كاذب من دي يقول كاذب الرب يقول كاذب واما من حفظه كلمته فحقا في هذا قد ايش ايه صار عنده كملة المحبة محبة الله به بانه نعرف انه فيه من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سالك هكذا يستك ثلاث امور مهمة جدا بهذا العدد اول عدد اول امر حفظ الوصايا شنو ليش قال نحفظ الوصايا يعني طاعة تعاليم الرب يسوع والخضوع طاعة وتعاليم من قال حفظ الوصايا تختلف عن حفظ كلمته ليش قال حفظ الوصايا حفظ كلمته كلمته يعني نعمل بيها حفظ الكلمة يعني تشتغل بيها حفظ الوصايا يعني طيع تعاليم الرب طيع تتعلم يعني كنا من عندنا حافظين الوصايا حلو بس هل انت حافظ كلمته يعني شنو حافظ كلمته يعني تعمل بالكلمة وورا ما تعمل بالكلمة شي يصير عندك يصير عندك سلوكك كما سالك ذاك يعني اللي يحفظ حلو اللي يحفظ لازم يعمل بالكلمة اللي يعمل بالكلمة لازم يسلك بهاي الاثلاث أمور انت تعرف اننا قد عرفنا هاي هو النقطة تقيسها نعبرها كنا موجودين احنا بنا هالنقطة حتى خرافي تسمع صوت ولا حد هاي هو النقطة ثاني نقطة شي يقول 28 ايها الاولات اثبتوا فيه حتى الظهر يكون لنا ثقة ولا نغجل في مجيئه ان ايش ان علمتم انه بار هو فاعلموا ان كل من يصنع البر مولود منه كلمات مايراد لها شرح بس بس اقرأ النص وروح القدس يكلمك من اللي يولد هل يقول لك يا رب يسوع انا اقبلك واي قاليها امصلي عني ويتلت بعد كهون شن يومين قبل قبل كورونا بيوت عشرة وسبعة وثمانية وكلهم يسلم كلهم قال كلها تؤمن بالرب ماكو واحد ما يقول زين زين من اللي هذول يحشون من يصنع البر هو المولود منا مو اللي يتكلم ولا اللي يجي يتعمد ولا اللي يحشي اختبارات لانه اختبارات اكو اسلام عندهم اختبارات اكو بوذ اختبارات الله يتعامل مع الجميع احب الجميع وخلقهم حتى يجيبهم الى محظرة فايدا الاختبار والمعمودية والهاية كلها ما رح تمشي اللي يمشي هو شنو هو اللي يصنع البر يصنع البر شنو معناته اثبتوا فيه انه نتمسك بيسوع مهما كانت الامور ويصنع البر شوفوا البر هو الصلاح والعدل والاستقامة لانه الهنا صالح وإلهنا عادل وإلهنا مستقيم اي ولادة اي شي زرعة اذا تزرع طماطة تحصد بطيخ تزرع طماطة تحصد فيروس طماطة مو شما تحصد شما ازيان نشكر الله اذا شما تزرع شي سوي تحصد شما تخلي تاخذ بالأمور الروحية هالشكل أمور الروحية من آني من آني اقول انا اولد من الله فانت عندك طبيعة الهية من انت تقول انا والد من الله وما عندك لا الصلاح ولا العدل ولا استقامة انت يا ولاد اللي تحكي عليها اذا النقطة الثانية هي مهمة حتى تفهموها وتقيسوها ويا حياتنا وتقيسوها مع الآخرين اللي يقولون احنا مؤمنين وخراف الراب ما احد ما يخطفها اوكي حلو هل انت عندك هاي النقاط لو ما عندك هالنقاط شي ثلاثة كل من هو هاي قوية كل من هو مولود من الله لا يفعل الخطيئة الخطيئة صح صح لا مصح شنو الفكرة من اعدال الفكرة من اعدال اللي يقول لك العلاقة الالهية تنفي امكانية الاستمرار في الخطيئة كنمط حياتك ما كت تقول هذا الشخص مؤمن وعايش بالخطيئة مستحيل مستحيل بس يعيش بالخطيئة اعرف بانه هذا الشخص خارج دائرة الايمان مؤمن صورة وليس مؤمن حي بي يسوع اللي يعيش بي يسوع ما يقدر يستمر بالخطيئة من شرح لنا شرح لنا هو يحن بعدد الاو شي يقول يقول ان لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق اذا قلنا عندنا شركة ويا احنا قاعدين شركة مع يسوع قاعدين نشكر الله بس نسلك بالظلمة نكذب ما كو تحتي لان ما كو مد نعمل الحق ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا بعض ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة تطهيرنا من كل خطيئة اللي احنا نسقط بها ونخفى بها يسوع يطهرنا عشو وقت من نسلك بالنور مو نسلك بالظلمة ويكمل ان قلنا ليس لنا خطيئة وليس الحق فينا وان اعترفنا بخطايا نفوامين وعادل ان قلنا اننا لم نخطأ نجعله كادما وكلمته ليست فينا اذا احنا احنا في حياة نسقط مرات ونخطأ بس الفكرة الرئيسية استمرارك بالخطيئة وتعرف بخطيئة وتقول خطيئة وتقول انت ما قاعد تسلك بالنور قاعد تسلك وين بالظلمة اربعة ايوالا ايوالا حباء يا محبوبين هاي النقطة مهمة كنا نسويها بدون دايست لنحب بعضنا كنا نحب بعضنا بعض اكو واحد ما يحب بعضنا البعض كنا نحب بعضنا البعض وكنا نتمنى لبعض البعض بخير ووسيقى مو صح بس من جو لو من بر لو بالوجه ما نعرف بس الحلق يضطي والقلب بس ربك يدرج به ولهذا السبب لأن المحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد تشوفون الولادة من عند تجي اللي عنده بر يولد من الله اللي يحفظ الكلمة هو ولد من الله اللي يطبق الكلمة هو الولد من الله اللي يحب اخاه هو الولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله هو أقوى آية بالكتاب المقدس تتحدى الدنيا كلها لأن الله محبة ولهذا سبب النص مذهل باليوناني من يقول أيها المحبوبين أحبه فإذا كل شخص ما عنده محبة للشخص الآخر هذا ما مولود من الله اللي يكره واحد عرف نفسك بأنه أكو علامة سيفان بحياتك حياتك الروحية مهمة جدا الرب الرب من يكون في داخلك وتقول ما عندي محبة لشخص الفلاني أنت في دائرة الغلط وأنت من الخراف مو اللي ما يخطفه أحد أنت مخطوف رايح أنت من تلك الحظيرة مو من الحظيرة الحظيرة الإله وهذا الشيء مهم جدا لأن الله محبة أعظم جملة مختصرة بالكتاب المقدس تحتوي مفاتيح كبيرة جدا تقدر تفتح بها جسور وبواب مغلقة بيش من تتكلمه يجب أن تقول لا الله محبة حب لأنه هو أحبك أولا وأنت خاطئ وأنت ميت وأنت أحبك وفداك وتعلق على الصليب من أجلك ولهذا السبب إذا أحنا من قدم هذه المحبة للآخرين شو نقول أنا مولود شو تقول أنا مولود من الله آخر نقطة يوحنا 1 5 4 يقول لك لأن كل من ولد من الله يغلب العالم تشوفون كلها من ولد من ولد من ولد من ولد ما جبت شي بعيد عن الولادة لأن الولادة هي هي بالفعل أنه مو تتكلم شو ما قلت لكم لا هي المعمودية ولا هي أن توقف توعظ ولا أن تخادم لا 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 من ولد يغلب العالم وهذه هي الغلبة التي نغلب بالعالم إيماننا من هو الذي يغلب إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله أكبر كارثة بالمسيحية محد ما يعرفه ويآمن بها بأن المسيح هو ابن الله مسيحيين بالملايين ما يعرفون يثبتون بأن المسيح هو ابن الله وإذا آمن بابن الله وتقول له بأنه هو الله تقول له لا تكفر هو ابن الله هو مو الله وإذا قلت له لا 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 هو مو ابن الله هو الله مضايعين مضايعين كل شي زي أن إذا هذا الشخص اللي يقول عليه مؤمن أو يروح كنيسة وما يعرف يثبت بينه المسيح في الذات الواحد بيقنوم الابن وبيقنوم الكلمة هو ذات الله وهو ابن الله يعني هو حامل صفات الله في كل شيء ولهذا السبب دعية ابن الله هذا الشي مهم جدا شو راح تغلب العالم بيماننا اذا انت اذا العالم دعب لك دعب لك دعب لك شو كنت يدعب لك يدعب لك ويوديك الى الحضيظ ليش لانه خاصة الحياة اللي دي نعيشها العالم صاير مثل الحوت فهذا حلقة واحنا ندخل بحلق الحوت وما حاسين داخلين حلق الحوت عباركم داخلين نفق طابين من نفق من ديترويت طرع العين بكندا واتا وين تبطن الحوت تحشوه اه بدنا فق احنا يا انا فقط تبطن الحوت دخلت ليش دخلت لانه العالم مؤثر في حياتك وتحسب حزبان للعالم اكثر ما تحسب انه تعلن ايمانك وتقول بانه المسيح هو المستحق انه نعلن ايماننا بهاي الحياة وهذا شيء الغلبة اللي الرب يطيناياها مرة اخرى ليس بمعنى الدهني مرات دهنيا نشتغل مرات دهنيا نشتغل مرات دهنيا ركيزة حياتنا هو يسوع ابن الله الحي اللي موجود بنا فمنهم المؤمنين اللي مرح يهلكون اللي عيدهم هالخمس يمات فهمتوني لو صعبة دختوا بيها منو يوصلها هذه تعرف تصلوها طبيعية جدا وقوية جدا لانه اللي تاخذوها بالنعمة احنا من نقدر نعمة المسيح مطتك كل شيء تتركز عليه تاخذ تعوفها ما تقدر شون قلتلكم الخروف اللي يترك يتيه بس اللي يبقى ويه القطيع ما راح يتيه ما تتيه وما راح يجيك واحد يخطفك راح يقاتل من اجلك من هو الراعي دبها على الراعي ما لك علاقة فمراته هواية نترك القطيع ونطلع ببحدنا يفترسنا العالم يفترسونا هالخمس نقاط هاية ونهايتها هاية معرفة المسيح لخرافه ومنحه اياهم الحياة الابدية وصيانته لها من الهلاك ليس لها اساس وركائز اللي ما عندها اساس وركائز على انه الرب يسوع المسيح يحميه ويحفظه ويقوده ما رح يقدر يتكون حياته تمشي ويسلوكه في صلاحه وعدله واستقامته صعبه لو سهله اتمنى انه الخمس نقاط هذي تكون اذا اصار لك مجال تراجعها راجع الوعظة بالبيت وكتبها يمك بالدفتر ليش تكتبها تستخدمها بين تستخدمها بالكيرازة تستخدمها ويا الناس اللي انت تتحشو اياهم وتستخدمها ايضا في حياتك لانه تقيس اكو عدنا مرات هواية نوقع بدوار نقول هذا مؤمن لو مؤمن هذا فلان هذا مو فلان هذا مو عندك اساسة طيعتك شنو اسس هالاسس مهمة جدا تخليها امامك لانه راح يجي الوقت شوما قلت لكم بالوعظة اللي فاتت ويغلق الباب ومن يغلق الباب يغلق الباب امام نفس الاشخاص قلت لكم يا مثل العذارة والجاهلات كلهم نفس الشي دا قم ما دخله قال اذهبوا عني لم عارفكم قاط ليش ما عرفهم لانه كانوا بعيدين فاتمنى لكم باسم يسوع نتمنى للكل نكون نحن ندخل ويغلق الباب مو قبل ما تدخل ويغلق الباب حس الفطسة مفتوحة تقدر تدخل قبل ما يغلق الباب بس اذا انطفل ضو يعني ضو حياتك انشال اللي بلك من المولدة الى الوطني اشتغلت هناك الوطني وهناك ما راح تقدر تقول افتح ربي طي دعمه باسم يسوع لكل السامعين حتى يعملون بالكلمة عمين خلونا نوقف ونصلي من كل قلوبنا بالفعل انه ربي طينا هاي المسحة اوقف في مكانك واعلن دم المسيح على حياتك اذا كنا احنا مقصرين بها الخمس امور قل يا رب انت بالنعمة تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك اي ام بارك ايامنا واجعل ايامنا مبارك بشخصك لانك انت هو وليس سواك باسم يسوع له كل المجد امين خلونا نجمع طيانا وعشورنا للرب بهذا الوقت ونرنم ترنيمة هاي جديها شكرا بها خراف وبها راح اطلعك على رد ايدي